بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نتكلم في هذا الدرس بإذن الله تعالى عن الحديث الضعيف نبدأ بالكلام عن تعريف الحديث الضعيف فنقول في تعريفه في اللغة الضعيف ضد القوي والضعف إما أن يكون حسي وإما أن يكون معنوي والضعف الذي نعنيه في هذا الدرس هو الضعف المعنوي أما إصطلاحا فقال العلماء في تعريف الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه هو الحديث الذي لم يجمع صفة الحسن أو صفة الحديث الحسن بفقد شرط من شروطه طبعا من باب أولى أنه الحديث الذي لم يجمع صفة الصحة أو صفة الحديث الصحيح بفقد شرط من شروطه هذا بالنسبة لتعريف الحديث الضعيف كما أن الحديث الصحيح يتفاوت بمراتبه وبدرجاته فكذلك الحديث الضعيف يتفاوت بحسب شدة الضعف في رواته وخفة الضعف فمنه الحديث الضعيف ومنه الضعيف جدا ومنه الواهي ومنه المنكر وأشد هذه الأنواع وأشرها هو الحديث الموضوع نضرب مثالا على الحديث الضعيف يتضح به المعنى ما أخرجه الترمذي من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ثم قال الترمذي بعد إخراجه للحديث لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال بعد ذلك وضعف محمد محمد المقص فيه البخاري محمد بن سماعيل البخاري قال وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده لماذا؟ لأن في إسناد هذا الحديث حكيم الأثرم وحكيم هذا العلماء على تضعيفه حتى أن ابن حجر قال عنه في التقريب فيه ليم بذلك فقد هذا الحديث شرط من شروط الحسن وهي إيش ضعف أحد رواته فهذا مثال على الحديث الضعيف حكم رواية الحديث الضعيف هل يجوز لنا رواية الحديث الضعيف أم لا يجوز قال أهل العلم بالحديث يجوز رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أساندها الأحاديث الضعيفة أخواني الكرام يجوز رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أساندها من غير بيان ضعفها هل كل الأحاديث الضعيفة؟ قال العلماء نعم باستثناء أو بخلاف الأحاديث الموضوعة لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها إذن الأحاديث الضعيفة يجوز روايتها من غير بيان ضعفها أما الأحاديث الموضوعة فلا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها مع ذلك قال العلماء عند رواية الأحاديث الضعيفة من غير بيان ضعفها لا يجوز ذلك إلا بشرطين الشرط الأول أن لا تتعلق هذه الأحاديث الضعيفة بالعقائد الشرط الثاني أن لا تكون هذه الأحاديث الضعيفة في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام إذن يجوز عند أهل الحديث رواية الأحاديث الضعيفة من غير بيان ضعفها بشرطين أن لا تتعلق بالعقائد هذه الأحدث الضعيفة وأن لا تكون في بيان الأحكام الشرعية يعني ذلك يجوز روايتها في المواعب في الترغيب في الترهيب في الغصص وما أشبه ذلك من العلماء الذين روي عنهم التساهل في رواية الأحدث الضعيفة الإمام سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبر تنبيه ينبغي أن يكون في بال كل من يروي حديث من الأحاديث الضعيفة أو من غير إسناد أن لا يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو بلغنا عنه كذا لألا يجزم بنسبة الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم وأنت مطلع على ضعف هذا الحديث حكم العمل به قبل قليل تحدثنا عن حكم روايته الآن نتحدث عن حكم العمل به وفرق بين العمل وبين الرواية اختلف أهل الحديث في جواز العمل بالحديث الضعيف والذي عليه الجمهور أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة إذن يستحب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة ما هي هذه الشروط؟ أن يكون الضعف غير شديد أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط هذه الشروط الثلاثة إذا توافرت في الحديث فإنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال هل هناك مصنفات خاصة تجمع الأحاديث الضعيفة؟ قال العلماء هناك مصنفات هي مضنة الضعيف يعني مصنفات يكثر فيها ويغلب عليها وجود الأحاديث الضعيفة ما هي هذه المصنفات؟ قالوا أولا الكتب التي صنفت في بيان الضعفاء في بيان الضعفاء أي الرواه الضعفاء ككتاب الضعفاء لابن حبان كتاب ميزان الاعتدال للذهب فإنهم يذكرون أمثلة للأحاديث التي صارت ضعيفة بسبب رواية أولئك الضعفاء لها القسم الثاني الكتب التي صنفت في أنواع من الضعيف خاصة مثل كتاب المراسيل لأبي داود وكتاب العلل للدار قطني هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر